الو يا حبيبي اه نعمل مراجعة مجراش حاجة ايه الجهاز هو ايه لا 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 انفينيكس ايه انفينيكس اسفور انفينيكس بقى صفتوير بيهنج وشركة وكيل كله مشاكل اعم اعم فاشل لكاميرا رمتها كلها تلاتة رقام اتنين وتلاتين ستاشر واحد رام ماشي ماشي نرجع نرجع برضو عشان ايه كل الناس تبقى خد فرصتها في كل الفئات ونبقى عملنا اللي علينا بس احاول رأييه شركة تزعل تزعل الناس تزعل تزعل بس كده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخباركم ايه يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة الحقيقة انا عملت مراجعة انفينيكس قريب وعملت مراجعة انفينيكس قبل كده ما كنتش بدأ او بقول حاجة في بداية الفيديو عن الجزء ده ولكن فعليا المرة دي فيه نقلة نوعية كبيرة لشركة انفينيكس النقلة نقصها حاجات يعني فيه نقلة في حاجات كتير قوي اه وفيه حاجات نقصة النقلة اللي حنتكلم عليها النهاردة انتو بنفسكو هتشوفوا حاجات منها بعينكو يعني انا بقالي فترة واخد سيستم جديد اه لازم تكون متبانية على الفيسبوك علشان تدخل معي في النظام اه بتاع المراجعة الجديد اللي انا عامل انا عامل دمج ما بين المراجعة على اليوتيوب وما بين المراجعة للفيسبوك ازاي حضرتك انا هسابلك في الديسكريبشن مبديان اللينك بتاع صفحة الفيسبوك والانستجرام ويا ريت تخش تتباني عليهم علشان انا بنزل البومات صور دي الموبايل قبل ما بعلن ايه هو باخد رأيي الناس وبعد ما بقول الموبايل ايه هو في فترة المراجعة باخد برضو رأيي الناس وبطلع بالنتيجة النهائية فالنقلة النوعية انت هتشوف منها حاجات زي الكاميرا زي زي حاجات كتير هتسمعها بالترتيب دلوقتي واحنا نتكلم خلينا نتكلم عن المواصفات المجملة في الجهاز الطبقية اللي احنا عاوزين نسردها ايه هي وبعدين نتكلم عن التجربة الفعلية للجهاز قبل ما تكلم عن الفيديو طبعا انتو عايزين تعرفوا انا اخدت ايه عشان اعمل الفيديو ده حقيقية بصوا يعني انا عاودتوكن انا مخبيش عليكم الفيديو ده اللي قبط فيه هي ليلة بنتي واخدت دول الرشوة بتاعتها فغاسب عني حتطر اتكلم كويس عن الشركة لان انا قبط هم الاثنين اللي قاعدين دول فمش حقدر ان اقول كلام وحش عالشركة انا قاسف بصراحة سامحوني بس بنتي اللي اجبرتني الجهاز بيجي بشاشة ستة واثنين من عشرة بوصة الدروب نوتش او اليو نوتش او النوتش او اليو نوتش او اليو نوتش واتأفر الاسم حيكون ايه HD Plus وده يمكن من الحاجات برضو الضعيفة في الجهاز او نقطة لازالت نقطة ضعف ولكن خلينا نتكلم عن بقية الحاجات في الجهاز بيجي من تصميم بولي كاربونت وفريم من البلاستيك ولكن ده برضو نقطة اقولها لصالح الشركة من تصميمات او من خامات البولي كاربونت النظيف اللي استعملتها في الفترة الاخيرة ويمكن بقولها في فيديوهات كتير ان خامة البولي كاربونت اللي بستعملها في موديلات كتير حتى في اجهزة غالية ومحترمة بتتخربش قبل خروج الجهاز من الكارتونة وبتتخربش والجهاز جواه الجراب وفعلا اجهزة بخمس وست تلات جنيه وجهت فيها الكلام ده ولكن الجهاز ده فعلا خاماته تحسها بولي كاربونت نظيف شوية ويمكن ده بحكم ان انفانيكس ما عندهاش اجهزة اي ازاز يعني يمكن اللي هقوله ده يعني هزعى الحد مني او هزعى الفانز بتاع انفانيكس مني ولكن deixe tomatoes to talk about يمكن ربا ضارة النفعة زي ما بيقولو انفانيكس ممتلكس ما عندهاش تصميمات ازاز وهو ما عندهاش تصميمات معدن يمكن عندها تصميم معدن في النوت 5S بس او النوت S عموما في ت موديلات standard في تصميم البلاستيك والبولي كاربونت من قبل ما شركات تلجأ له ففعلا ده ثبت لي ان انت لما بتكون متخصص في حاجة وبتكون قوي فيها فحتاخد فيها او تدي فيها اداء كويس ففعلا خامة الجهاز هنا لا غبار عليها الجهاز بيجي لأول مرة في الفئة السعرية دي اللي هي 3500 3600 يعني لسه الجهاز معرفش سعره الحقيقي تحديدا بالزبط كام يعني لكن اول مرة يجي في الفئة السعرية دي 6 جيجا رامات وسعة تخزينية 64 جيجا فدي حاجة كويسة جهاز بيجي بتلت كاميرات خلفية كاميرا 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 وده طبعا فتحة عدسة كويسة جدا ويه كاميرا 8 ميجا بيكسل ودي مسؤولة عن الالترا ويد في التصوير او الزاوية الواسعة في التصوير وكاميرا 2 ميجا بيكسل ودي مسؤولة عن العزل وبيجي بكاميرا امامية سلفي 32 ميجا بيكسل ودي كاميرا كويسة جدا في الفئة دي او في الفئة السعرية الاقتصادية انك تاخد كاميرا سلفي 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 فهتاخد من التليفون صور سلفي ممتازة وكويسة جدا الجهاز بيجي ببطارية 4000 ميلي أمبير بطارية كويسة جدا وهتقعد معاك وقت كويس جدا جهاز ما فيهوش شحن سريع ولكن بيشحن بسرعة طبعا هاخد انتقاد على الكلمة دي ولكن هوضح لك معناها ايه فيه اجهزة ما فيهاش شحن سريع وتشحن في ثلاث ساعات كان منها بعض الاجهزة اللي نزلت في السوق في الفئة السعرية لالفين جنيه وللتلات تلاف جنيه كانت البطارية بتبقى اربعة تلاف متين وخمسين اربعة تلاف متين واربعين بتقعد تشحن معاك في حوالي تلات ساعات انما هنا البطارية الاربعة تلاف بتشحن بالشاحن اللي جاي مع الجهاز في العلبة بتشحن في ساعتين او ساعتين وعشر دقايق على اقصى تقدير فالجهاز بيشحن بسرعة عن اجهزة تانية في فائته ولكن في النهاية حيظل مفهوش شحن سريع البطارية بتصمد معاك كويس جدا جدا هتقعد معاك تقريبا سكرين اون تايم حوالي 8 ل 9 ساعات فعلا البطارية بتاعت كتير رغم ان المعالج مش من معالجات الفئة المتوسطة العليا او مش من معالجات الفلاكشاب ولكن ميديا تاك برضو من المعالجات اللي بتحافظ على استهلاك الطاقة معالج هنا في الجهاز هو ميديا تاك بي 22 معالج بي 22 ده جاي او مبني على معمرية 12 مانو متر فهنا حيكون موفر للطاقة فاداء البطارية ما عندكش فيه مشكلة خلينا بقى نتوجه على طول ليه المميزات اللي انفينيكس اتطورت او النقلة النوعية لانفينيكس في الجهاز ده اول حاجة الجهاز ده تصميم غير انفينيكساوي بالمرة انفينيكس ما كانتش بتهتم بالتصميم انفينيكس على ما نتذكر كان هو موبايل ضهر بتشال تلت اخرام من تحت ولسه شايفينه لحد قريب في الهوت سبن بس الهوت سبن فيها سعرية قليلة فخلينا نكمل هنا كان جهاز بيجي تلت اخرام بتوع السماعة في الظهر ضهر بتشال بطارية سابتة التصميم ده في كل الاجهزة يوم ما تنقل التصميم عندها خرج راح لشكل مختلف راح في جهاز كان سعره خمس تلاف وشوية وكان النسخة الستة رام منه بحوالي ست تلاف جنيه لكن النهاردة منفينيكس مديانة تصميم بالوان كويسة وشكل التصميم شيك شكل التصميم حلو في فئة سعرية متوسطة تلاتة وشوية واخد تصميم ولون وشكل قريب من جهاز كان تقريبا في فئة سعرية ست تلاف جنيه او خمسة تمنمية فطبعا التصميم هو اول نقطة كويسة في الجهاز اول نقطة من نقطة النقلة النوعية اللي بنتكلم عليها في انفينيكس التصميم اللون البيربل المتدرج من الاسود للموف بشكل مختلف تاني حاجة في النقلة النوعية وهي الخامة الجهاز ده فعلا من الصعب انك تخدشه ما بيتخدش بسهولة لو حطيته في جيبك يعني ممكن يكون اقوى ضعف الاجهزة التانية اللي في فئته وفئة اغلى منه شوية هو افضل جهاز بولي كاربونت هتشيله وبالصدفة حصل ان الجهاز ده لظروف ما هو بتزحلق خد بالك الجهاز تزحلق من على الكنبة اللي كنت حطوا عليها وقع على الارض وقع محترمة جهاز فعلا ما تخدش دي حاجة حصلت معايا النقلة التالتة النوعية في الجهاز هنلاقيها في الكاميرات ان الجهاز ييجي في الفئة دي بتلت كاميرات وبالشكل ده فده شيء كويس جدا حاجة تانية ان الجهاز ييجي بكاميرا سيلفي اتنين وتلتين ميجا بيكسل في فئة سعرية تلت تلاف وخمسمية جنيه اقل جهاز جاي بكاميرا في الدرجة دي حاليا في السوق بحوالي خمس تلاف جنيه ورمات اقل ممكن يكون اعلى في حاجات لكن الكاميرا الامامية اتنين وتلتين ميجا بيكسل وعايز اقول لكم على حاجة ان الكاميرا بتاعته مدية صور احسن من الجهاز التاني اللي في فئة سعرية خمس تلاف جنيه حتى لو الاتنين هما اتنين وتلتين ميجا بيكسل الحاجة التالتة بقى او الرابعة اللي هنتكلم عليها نقلة كبيرة جدا ان انفانيكس تدينا ستة جيجا رام مع اربعة وستين جيجا في فئة سعرية تلت تلاف وخمسمية او تلت تلاف وستمية فده شيء كويس جدا اقل جهاز ستة جيجا رام في السوق متواجد في السوق ستة جيجا رام حضرتك هتلاقيه في حدود الخمسة وشوية فانت انفانيكس بتحاول تعمل دايما تلعب على نقطة تسويقية تجذب بيها العميل من زمان وهي كانت ده مبدأها في الشغل انها تحط حاجة زيادة تحط الكاميرتين تحط بصمة تعمل اي حاجة للعميل فتديله نقطة تسويقية تلعب عليها فطبعا هنا ما اكثر نقطة تسويقية اللي هتشتغل عليها من تصميم من خمات من ستة جيجا رام من اربعة وستين جيجا من اتنين وتلاتين جيجا بصراحة مديين خلطة كويسة جدا في الفئة السعرية دي وبرضو من التطور النوعي اللي هتستغربه جدا بصمة الوش الجهاز فيه طرقتين للحماية بصمة وش وبصمة صبع انفينيكس كان زمان بصراحة عشان تعمل بصمة الوش لازم تجيبي الجهاز عند وشك لا دلوقتي حضراتكو هتشوفوا ان ازاي الجهاز بيفتح معاك ببصمة وش كويسة جدا وسهلة وسلسة جدا كمان بصمة الصبع بقى فيها استجابة كويسة جدا للجهاز بصمة الوش لو هنلاحظ بتفتح من كل الاتجاهات في الاضاءة الضعيفة وبكل زوايا الوش حضرتك تقدر تاخد استجابة سريعة جدا لبصمة الوش وبصمة الصبع رغم انها مش الاسرع في الفئة السعرية دي ولكن ستظل سريعة وافضل من اجهزة كانت اغلى منها في انفينيكس قبل كده فبصراحة الشركة طورت من نفسها حنيجي للنقطة الاهم والاقوى والافضل اللي انا شايف ان هي بكل اللي تكلمنا عليه الـ XOS 5 اللي جاي بمزيج من الاندرويد وان والـ XYS بتاع انفينيكس انفينيكس كان السوفتوير بتاعها هو احد نقط ضعفها بصراحة السوفتوير بتاعها لا يحتمد وقلت عليها كاكتر من مرة كان فيه بج كتير وكانت استجابة السوفتوير وحشة جدا السوفتوير هنا زي ما حضراتكم هتشوفوا ازاي استجابة السوفتوير في كل حاجة في المالتي تاسك في استجابة الأوردرز في الاتصال في كل حاجة مع الانيميشن حتى لو الانيميشن عاري فبتاخد سوفتوير بيستجيب بشكل كويس جدا بصراحة خلينا نقول في المجمل الجهاز خلطة كويسة كل حاجة بتعود حاجة في الفئة السعرية دي ما بتقدرش تاخد كل حاجة وعمرك ما هتاخد كل حاجة الجهاز هنا نقطة الضعف الكبيرة فيه المعالج عشان يكون امين ولكن هيعوضها السوفتوير هيعوضها الرمات هتديك تعويض شوية فيه حاجات تانية كتير النقطة التانية نقطة الضعف الفول اتش دي بلس اللي مش موجود هنا انا شايف ان الجهاز ده لو كان فيه يعني فول اتش دي بلس او فول اتش دي وفيه معالج من شركة كوالكوم قوي الجهاز ده كان بقى من الاجهزة الجمدة جدا في الفئة دي لحد كمان الفين تلات تلات جنيه فوق عن سعره لحد الفين جنيه كمان عن سعره كان هيبقى كويس جدا لان يعني بصراحة هو الجهاز كويس دول العبين بصراحة الوحيدين اللي فيه وده نادرا جدا انك كنت هتلاقي مراجعة بعملها لشركة انفينيكس واقول عبين بس فيه جهاز فيه امكانيات كتيرة جدا لكن في النهاية برضو زي ما بنقول العيوب ولو رجعته لحوالي من كام شهر عملت مراجعة كنت بهاجم فيها انفينيكس نهاردة بقول لا انفينيكس كويس انك اتطورت كده ومنتظرين انها لازم تتطور اكتر من كده والجهاز ده فعلا مش الاحسن في المعالج لكن الاحسن في باقي مواصفاته كلها وخلطة كويسة في حدود سعره اللي هي 3500 جنيه هقول حاجة اخيرة ان اكيد دلوقتي حدى ادور الكاميرا بيقول لي ما انا اجيب جهاز كذا بمعالج كذا وكذا اوكي انا هقولك نقطة مهمة جدا دايما انتو عارفين ان مراجعتي بتبقى بروح المستهلك والشخص اللي بيشوف اللي انا بتكلمه فيه ناس كتير قوي عندها تراست في انفينيكس فيه ناس رفضة انفينيكس بس فيه ناس عندها تراست في انفينيكس وتعاملت معها من فترة واه 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 فيه ناس بتشوف ان هو بالنسبة له الرام اهم من المعالج كل واحد مش تفكيره زي التاني فممكن انت هيكون ليك وجهة نظر غيرك له وجهة نظر تاني وخلينا لما ينزر الجهاز ونشوف التسعير الفعلي هرجع وهحط بوست وهحط الفيديو ده وهقولكو اخبار التسعير ده انا شايفه كويس ولا وحش ولسه لينا فيديو تاني ان شاء الله نتكلم فيه عن تجربة مطولة مع الجهاز بشكرك يا رب ما كنش طولت عليكو ارجوكو تدعموني باللايك والشير والسبسكرايب وحسب لكم مجموعة صور ولينك الفيسبوك والانستجرام فيه صندوق الوصف واتمنى انكم تتابعوني هناك واشوفكم فيديوهات جاية كتير وكان معاكم محمد النواوي